تسأل تقول يعني هل أكل الحلويات التي تقدم بمناسبة زكريا تقول يعني لدينا في يوم الثالث من شهر شعبان يقوم الجيران بتوزيع الحلويات بمناسبة صيام نبي الله زكريا وكذلك يحيى عليه السلام بشارة الله له بيحيى أختي أم أسامة بارك الله فيك ورضي الله عنك بالنسبة لمثل هذه الأعمال هي من جنس البدع التي نهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام وأولى الناس بالأنبياء من هو محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم أولى الناس بالأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم هل النبي عليه الصلاة والسلام احتفل بزكريا و احتفل بيحيى هل قال للناس هذا اليوم من شعبان اعملوا كذا علشان زكريا بشر بيحيى أو هذا الصيام زكريا هذا من البدع والمحدثات واتقوا الله أيها الناس والحذر الحذر من البدع فإن البدع مهلكات النبي عليه الصلاة والسلام يقول من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد قل عليه الصلاة والسلام من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد قل عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عضوا عليها بالنواجد وإياكم مهدثات الأمور ولذلك أخت الفاضلة ما عندنا شيء في ديننا يشير إلى أن جاء في القرآن أو في السنة أو في عمل الصحابة الاحتفال بهذا اليوم من شعبان والله هذا الصيام زكريا أو البشارة بيحي هذا كله ليس في شريعتنا و ليس في ديننا فاتركوا هذا بارك الله فيكم و عليكم بالسنة الخير كل الخير في هدي النبي عليه الصلاة والسلام موسيقى